فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار طب هنا سنن عبد داود باب في دعاء المشركين رأى المصنف عن سليمان بريدة من الحصيب طبعا عن أبي بريدة بن حصيب رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أو ثلاث خصال أو خلال فأياتها في رواة في أياتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم قال ثم ذكر الثلاث ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لأنه لا بد من الهجرة هنا لكن الهجرة كانت تؤديب على أهل مكة وأعلمهم أنهم إن فعل ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي كان يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم من الفي في الفي والغني من نصيب إلا أن يجهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعم بالله وأقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتهم فيه جمل كثير جدا مهمة هذا الحديث إذا نقسم شرحه إلى مرتين إن شاء الله قال سبياني قال على القماء فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان فقال حدثني مسلم وابن هيصن عن النعمان ابن مقرن أو ابن مقرن عن النبي بمثل حديث سليمان هذا حديث عظيم جدا في جمل من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الوصايا المهمة في باب الجهاد في سبيل الله تقول برايد من الحصيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سريع تعلمون أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الأمير على السرية أو القائد للسرية كان يحب الفأل بأبيه وأمه وهو قال الطيرة الشرك الطيرة الشرك وأصدقها الفأل قال الطيرة الشرك وأصدقها الفأل والفأل هو الفأل الحسن بالاسم فإذا جاءه الأمير إذا أمر أحدا سأله ما اسمك يقول منصور يقول اذهب اذهب بالسرية أو يقول راشد أو يقول نافع فقل اذهب بالسرية فكان أيضا يتفائل برسم بأبيه وأمه عندما يؤمر أميرا فقال إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسي أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسي يعني بينه وبين الله لنفعله لهم وعمله أن يتقل الله لنفعله وأن يأمر الجيش جميعا بتقوى الله لأنهم لما طلبوا المدد كان عمر الخطاب يقول نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد ما لكم تريدون ألاف مؤلفة تأتيكم نحن لا نقاتل القوم من أهل الكفر يعني بعدة ولا بعتاد ولكن ما شاء الله ورحمة الله رضي الله عنك محمد يوسف أنت بقول لك تدرس لنا فما قتل القوم بعدة ولا بعتاد نقاتل القوم بتقوى والإيمان كل ما كانت التقوى والإيمان كل ما كان النصر قريبا من المؤمنين لذلك ما من أمير إلا ويوصي أمير السريع أو أمير الجيش بتقوى الله في خاصة نفسك كما ذكر النسي السلام وأمره مداد وتقوى الله أن تغلب طاعتك على معصيتك أن تغلب طاعتك على معصيتك هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تمتنع عن محرم الله ترجو ثواب الله أو تخاف وعقاب الله جل فعلا على نور من الله يعني على بصيرة من أمريكا أو صاب تقوى الله في خاصة نفسي ومن معه من المسلمين نعم نحن الآن في النهاية ومن معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه خيرا في التأليف بين القلوب ونزع فتيل النزاع والخلاف فإن النزاع والخلاف يكون فيه الفشل ولا تنزعه فتفشل وتذهب ريحكم ولا تكون الذين تفرقوا واختلهم بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم لذلك قال النسي السلام كونوا عباد الله إخوانا وقال لما أمر سريع مددا لعمر بن عاص قال لأبي عبيدة تطاوع ولا تختلف تطاوع ولا ولا تختلف فهو يكون هاينا نفيقا بالمؤمنين كما كان فعلا أن النسي السلام عندما سوى الصف وضرب بالعصر ليسوي الصف قال سواد أوجعتني يا رسول الله فكشف عن بطني وقال اقتص مني فقبله وضمهم قال ما حملك على ذلك قال ترى ما نحن فيه نحن بين الصفين الآن وأريد آخر شيء في هذه الدنيا أن يمس جلد جلدك الله أكبر وأن يكون هاينا الهينا رفيقا معهم ما كان رفقه شيء لا زانه ونزعم شيء إلا شانه قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم شف قال عدوك المادري الذين من أهل الإسلام يحبون أهل الكفر ولا يراجعون أنفسهم في هذه المحبة وقد قال الله تعالى للنهار لا تهدد قام يؤمنون بالله والأوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والله جل فعلا يقول الذين أملنا لا تتقدر يهود ونصر أولياء بعضهم أولياء بعض إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى الثلاث خصال أو خلال فأياتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم فقال عدوك يعني حتى لو تعاملت معه وتعايشت معه لابد أن تعلمناه يعاديك قال الله تعالى ها أنتم ولا يتحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا أمانا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيز قل موتوا بغيزكم ولذلك قال الله تعالى ولا ينبوك مثل خبير قال فادعوهم إلى إحدى الثلاث خصال أو خلال فأياتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ودعوهم إلى الإسلام أول ما تدعوهم إليها الإسلام لأن الله على ما خلق الخلق إلا لذلك ولأن الله على ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا لتحقيق قضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لوحدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال في أول الخصال والخلال ادعو من الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختبر الدين أود الكتابة إلا بعد ما جاءهم البينات قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما سمع به من هذه الأمة أمة الدعوة ما سمع به من هذه الأمة من يهودين والنصرين ثم لم يهم الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يعني إن قابلوا الإسلام فهم منكم ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادل اليمن قال له إنك ثاتي قوم الأهل اكتاب فليكن أول ما تدعم إليه إلى أن يوحدوا الله ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعصت عليهم خيبر قال مبشرا الصحابة بعدما أصبهم الهم والغم والحزن قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يدعى الله الفتح على يديه ثم باتوا أدوكون من هؤلاء من الذي يؤمر حتى قال أين علي بن أبي طالب فلما جاء وتفل في عينه مشى فلما مشى نداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدر قال أدعوهم إلى أن يكون مثلنا قال نعم لذلك تعلمون قصة صمرقند المشهورة بأنهم دخلوها قبل دعواتهم إلى الإسلام فبعثوا ذلك للقاضي المسلم إلى عمر العبد العزيز فبعث إلى القاضي فقاض القاضي أنه لا يجوز لهم الدخول فيها فخرجوا الجيش كله خرج تعجب تعجب أهله سمرقاد جدا من هذا الفعل فلما رأوا ذلك دخلوا في الإسلام بفضل من ربنا ونعمة قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قال ثم ادعوهم إلى التحول من داريم إلى ظلم يعني لو أسلموا بعدما دعتهم إلى الإسلام فأسلموا قال فادعوهم إلى أن يتحولوا من داريم إلى ظلم المهاجرين يعدهم إلى الهجرة إلى المدينة لأنها أصل الدولة الإسلامية وتعلمون أن قبل الفتح مكة كانت قبل الهجرة كانت كافرة فكانت الهجرة منها إلى المدينة واجبة عليهم بعدما فتح مكة نسخ الوجوب وغيرها كان يقول لابد من الانتقال إلى إلى دار المهاجرين وأنصار إلى المدينة وعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين يعني أنهم إذا هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين من الغنيمة الغنيمة والفي فإذا حصل الغزو فلهم السهم من الغنيمة من الغنيمة ولهم السهم من الفي وأن عليهم ما على المهاجرين يعني إذا ألزموا بالخروج إلى الجهاد هم يخرجون معهم أيضا إلى الجهاد فقد ألزموا بذلك فلهم من الغنيمة من الفي ولهم أيضا وعليهم أيضا وجوب الخروج والجهاد في سبيل الله فإن أبوا فإن أبوا يعني عن التحول والهجرة فإن أبوا واختاروا دارهم يعني لزوم المكان الذي هم فيه وقريات لزوم قرياتهم فعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين أي كساكن البوادي يجرى عليهم حكم الله الذي كان يجرى على المؤمنين يعني في وجوب الشريعة لابد أن تأتيكم الشرائع وأن تتعبدوا الله بها ستكونون كالأعراب الذين أسكرنا في البادو ستكونون كذلك ويجرى عليكم حكم الله وشرع الله كما يجرى على المؤمنين وليس لكم في الغنيمة والفئة من شيء لأنكم لستم معهم لأنه قال لكم تحولوا ولا بد من الهجرة حتى تشتركوا حتى تشتركوا في الغنيمة والأجر والفئة الغنيمة وما يأخذ من أول الكفرة القوة الغزاة وقهر الكفرة والقتال حتى يصل إلى هذه الغنيمة والفئة ما أخذ منهم من غير القتال كالخراج والجزية الغنيمة في الخمس دون الفئة أما ما يأخذ منهم هدية أو سارقة وكلسة أو هبا فليس بغنيمة الغنيمة بالسيف وإذن وقال لهم الغنيمة كما قلنا الغنيمة التي أقصدها هي الماء الذي يستجلب بعد غز أهل الكفر قال يجعلهم حكم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئة والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين يعني يكون بالجهاد فإن جهدوا مع المسلمين وقتلوا في ساحة الوغة فإنهم يعني فما يحصل الغنيمة فهيئة لهم قال فإنهم أبوا ففدعوهم إلى إعطاء الجزية وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله بيان الجزية وهل الجزية عامة أم الجزية لأهل الكتاب فقط على الخلاف المشهور بين العلماء للآية إنما المشتكون أنه نلس قال حتى يعطوا الجزية تعييد وهم صغير فهذا مستمدة تكون إن شاء الله بعد الدرس كلية سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك موسيقى 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 اشتركوا في القناة